بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم وأعلمكم الأستاذ علي القحطاني وراح أستكمل معكم بمشيئة الله دروس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي التعليم المستمر درسنا اليوم هو قسمة كسر على عدد وهو امتداد للدرس الماضي بمشيئة الله راح نتعلم مع بعض بمشيئة الله هذا الدرس وهو الدرس رقم 26 راح نستعرض الآن بعض الأفكار السابقة اللي تعلمناها في الدروس الماضية حتى تكون مدخل جيد لنا لدرس اليوم تعلمنا تبسيط الكسر إلى أبسط صورة وتبسيط الكسر إلى أبسط صورة هو إيجاد القاسم المشترك الأكبر للبسط والمقام ونرمز له بقاف ميم ألف وله ثلاث طرق أستطيع من خلالها تبسيط الكسر الطريقة الأولى تحليل كل من البسط والمقام الطريقة الثانية اختيار العوامل المشتركة أو ما نطلق عليها الأس الأصغر وكذلك يكتب العددين على حاصل ضرب عواملهما الأولية إذن ننطلق الآن إلى ما بعد ذلك تعرفنا سابقا كذلك على ضرب الكسور والأعداد الكسرية ونستكمل اليوم عملية القسمة على الكسور والتي سنتعلمها على ثلاثة أنواع لها ثلاثة أنواع إذن النوع الأول وهو قسمة كسر على عدد وهو درسنا اليوم بعد ذلك قسمة كسر على كسر وهو الدرس القادم بمشيئة الله وبعد ذلك قسمة عدد كسري على عدد كسري نأخذ الأمثلة لها قسمة كسر على عدد راح يكون عندنا كسر مقسوما على عدد مثل ما تلاحظون سهلة ولا صعبة بمشيئة الله مدام نفهمنا هذه الفكرة أو هذا الشكل راح نستعرض كيف نجري عملية القسمة بعد ذلك بمشيئة الله راح يكون عندنا قسمة كسر على كسر بهذا الشكل بعد ذلك راح يكون عندنا قسمة عدد كسري على عدد كسري مثل ما أنتم شاهدين إذن هذه الثلاثة أنواع راح نبدأ اليوم بقسمة كسر على عدد بمشيئة الله ننطلق الآن لدينا مثل ما ترون الآن ثلاثة على أربعة تقسيم اثنين كيف نستطيع حلها؟ بكل بساطة بمشيئة الله راح نقول ثلاثة على ثمانية كيف جات؟ هذا السؤال مهم كيف وصلنا إلى هذه الإجابة؟ إذن بمشيئة الله راح نستعرضها معكم الآن كيف وصلنا إلى هذه الإجابة؟ وهذا هو السؤال المهم كيف أستطيع أن أفسر ذلك رياضيا؟ ثلاثة على أربعة تقسيم اثنين تساوي ثلاثة على ثمانية إذن هنا كأني ضربت الأربعة في الثنين لو تلاحظون هذه كأني ضربت الأربعة في الثنين فأعطتني الثمانية وكأن الثلاثة هذه انتقلت هنا ولكن هل من تفسير لذلك؟ الآن أعطيكم تفسيرها بمشيئة الله حتى تكون الصورة واضحة الآن لدي الكسر الأول ثلاثة على أربعة زي ما هو نزل؟ عملية القسمة هنا حولناها إلى ضرب لو نلاحظ هنا كانت لدي عملية قسمة حولناها إلى ضرب طيب حولناها إلى ضرب وشي سوينا بعد ذلك؟ بعد ذلك أحضرنا مقلوب العدد مقلوب العدد أثنين بما أني حولتها إلى ضرب لابد أن أحضر مقلوب العدد أثنين ما هو مقلوب العدد أثنين؟ الآن ملاحظة كل عدد صحيح ليس له مقام مقامه واحد الآن أي عدد عندنا له مقام له مقام كم هو؟ واحد إذن الثنين هذه لها مقام كم هو؟ واحد إذن أستطيع أن أكتبها ثنين بهذا الشكل وأستطيع كذلك أن أكتبها بهذا الشكل ثنين على واحد أي عدد صحيح دائما له مقام هو واحد طيب كيف أحضر مقلوبة؟ وهذا المهم لدي مقلوب العدد الثنين كم رح يكون؟ راح أشغل به أحط المقام بسط والبسط مقام بكل بساطة نقول بهذا الشكل وتساوي واحد على اثنين خلاص إذن الآن أحضرنا مقلوب العدد إذن أضعها الآن مباشرة هنا بعد ذلك أجري عملية الضرب ومثل ما أنتم شايفين ونتذكر في الضرب راح أضرب المقام في المقام وراح ينتج لي تمانية أربعة ضرب اثنين وثلاثة ضرب واحد راح يكون الإجابة ثلاثة وبهذا نكون فسرنا كيف حصلنا على ناتج ثلاثة على ثمانية من قسمة ثلاثة على أربعة على اثنين واضح الله يسعدكم بمشيئته إذن هذا مدخل جميل إن شاء الله وضح لنا الفكرة بعد ذلك راح ننطلق قسمة كسر على عدد مما سبق نلاحظ أن عملية قسمة كسر على عدد هي عملية ضرب ذلك الكسر بمقلوب العدد بمقلوب العدد طيب ننطلق الآن راح ننتقل إن شاء الله إلى ما سنتعلمه اليوم اليوم بمشيئة الله راح نركز على قسمة كسر على عدد وكذلك حل مسائل لفظية على قسمة الكسر طيب الآن بما أننا تعلمنا وقلنا راح القسمة نحولها إلى ضرب والعدد الصحيح راح نجيب مقلوبه إذن لازم نتعلم كيف نحضر مقلوب أي عدد الآن مقلوب العدد الثنين من يقول لي كيف يستطيعني أوجده بارك الله فيكم نعم العدد الثنين له مقام مقامه كم؟ واحد طيب إذن مقلوبه ما هو؟ مقلوبه هو يساوي واحد على اثنين وضعت البسط في المقام والمقام في البسط بهذه البساطة واضح الله يسعدكم؟ طيب بارك الله فيكم ننتقل ونأخذ كذلك مثال آخر لدينا مقلوب العدد خمسة عشر إذن مدامه عدد صحيح راح أضع له مقام هو واحد ومن ثم أحضر مقلوبه أبدلها المقام عفوا البسط مكان المقام والمقام مكان البسط بهذا الشكل نقول واحد على خمسة عشر واضح الله يسعدكم سهلة الآن تستطيعون إحضار مقلوب أي عدد؟ إذن ننطلق للخطوة اللي بعدها بمشيئة الله لدينا هذا المثال وزع أحمد ثلاثة أسباع ثلاثة على سبعة نستطيع قراءتها ثلاثة أسباع ثلاثة أسباع ثروته على أولاده الستة بالتساوي فما حصت الولد الواحد من ذلك الثروة؟ طبعا أي سؤال لفظي؟ لا بد أن نحدد المعطيات وبعد ذلك نحدد المطلوب المعطى الأول وزع أحمد ثلاثة أسباع ثروته ما مقدار ما وزعه أحمد ثلاثة أسباع ثروته هذا المعطى الأول طيب المعطى الثاني على أولاده الستة كم عدد أولاده اللي وزع عليهم هذه الثروة؟ أولاده ستة إذن عددهم ستة طيب وين المطلوب؟ هنا بدأ المطلوب من هنا فما حصة الولد الواحد من تلك الثروة نبغى نعرف كل واحد من هؤلاء الأولاد كم راح يحصل عليه طيب ننطلق الآن بما أننا فهمنا هذا السؤال ونبدأ بالحل حصة الولد الواحد هي نقول ثلاثة على سبعة مقسوما على كم راح أقسم ثلاثة أسباع هذه الثروة على عدد الأولاد كم عددهم؟ ستة إذن نقول تقسيم ستة طيب كم سيكون الآن الحل؟ أعفوا كم سيكون الناتج؟ إذن لا بد أحل ومشي قلنا نسوي؟ راح أبدل القسمة إلى ضرب وأحضر مقلوب الستة وأحضر مقلوب الستة طيب بسم الله نبدأ هذه ثلاثة على سبعة القسمة حولناها إلى ضرب وبعد ذلك أحضرنا مقلوب الستة وهو واحد على ستة من يقول لي من وين جبنا الواحد؟ بارك الله فيكم أي عدد صحيح له مقام هو واحد صح ولا لا؟ فإذا جينا نبدأ لحضر مقلوبة نضع البسط مكان المقام والمقام مكان البسط طيب أسعدكم الله الآن نستطيع مباشرة نصل إلى هذا الناتج واحد على أربعة عشر من يقول لي كيف وصلنا له؟ ممكن واحد منكم يقول لا يستاذ أنت قلت نضرب البسط في البسط ونقول ثلاثة والمقام في المقام ونقول ثنين واربعين هذه واحدة على أربعة عشر من وين جبتها؟ قل حين أوضح لكم يا الله يسألكم لا ننسى فكرة تبسيط الكسور لا ننسى فكرة تبسيط الكسور طيب التبسيط الكسور هو إيجاد العوامل المشتركة بين البسط والمقام حتى أختصرها وتصغر لي الآن لاحظ هنا عندي هنا ستة وعندي هذه الثلاثة أستطيع أني أو جد العوامل المشتركة بينها أستطيع أني أقسم الستة على كم؟ على ثلاثة فيبقى لديه كم من الله يسعدكم إذا قسمت الستة على ثلاثة يبقى اثنين بارك الله فيكم والثلاثة تقسيم ثلاثة واحد أسعدكم الله الآن لو ضربنا الواحد في الواحد مباشرة راح يكون الناتج واحد في البسط وسبعة ضرب اثنين راح يكون المقام أربعة عشر واضح الله يسعدكم؟ بارك الله فيكم أسعدكم الله إذن نمسح الآن وننطلب الآن راح يحصل كل واحد من هؤلاء الأولاد الستة على واحد على أربعة عشر من الثروة بارك الله فيكم ننطلق الآن إلى المثال التالي ما الكسر الذي تضربه في عشرة لتحصل على ثلاثة على اثنين يلا هذا السؤال لفظي نحدد المعطيات والمطلوب يقول لك ما الكسر الذي تضربه في عشرة فيه كسر أضربه في عشرة وأحصل على ثلاثة على اثنين نبغى نتحرف على هذا الكسر هذا هو المطلوب طيب كيف حلّه؟ حلّ طول أضعه الآن يقول لك ما الكسر إذن عندي هنا عدد مجهول ما الكسر؟ هذا هو وضعته فأر ما أعرفه يقول لك يساوي ماذا؟ عفوا الكسر هذا راح أضربه في عشرة فيساوي كم؟ ثلاثة على اثنين صح ولا لا؟ هذا هو هذا فرغت هذا السؤال وحطيته على شكل عملية عملية الضرب طيب الآن نبغى نوجدها كيف شنسوي؟ بكل بساطة راح أنقل العشرة إلى الطرف الآخر وأحول بارك الله فيكم وأحول العملية إذن راح أقول ثلاثة على اثنين تقسيم عشرة واضح الله يسعدكم؟ الآن هي عملية قسمة بسيطة مش راح أسوي راح أبدل الآن القسمة إلى ضرب ومن ثم أوجد مقلوب بارك الله فيكم العشرة يلا بكل بساطة نقول ثلاثة على اثنين عملية القسمة تحولت إلى ضرب ومن ثم نوجد مقلوب العشرة كم سيكون؟ واحد على عشرة أسعدكم الله الآن الناتج النهائي راح نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام هل أستطيع أني أختصر؟ ما رأيكم؟ بين البسط والمقام هنا ثلاثة هنا عشرة لا إذن على طول أكتب الناتج وهو ضرب البسط في البسط ثلاثة ضرب واحد راح يكون عندي ثلاثة في البسط واثنين ضرب عشرة راح يكون عندي عشرين في المقام إذن إجابتنا هنا هو ثلاثة على عشرين الكسر اللي أضرب في عشرة ويعطيني ثلاثة على اثنين هو ثلاثة على عشرين سهل أو لا صعب يا مبدعين بارك الله فيكم أسعدكم الله إذن اسمحوا لي ننتقل الآن إلى التمارين ونبدأ نطبق ما تعلمناه أسعدكم الله أتم العمليات التالية لدينا هذا السؤال خمسة عشر على ثنعش تقسيم خمسة خمسة عشر على ثنعش تقسيم خمسة أبعطيكم برها بسيطة من الزمن أبغاكم تبدو نتحلم سريع تحول القسمة إلى ضرب وتوجد مقلوب العدد الثاني تفضلوا بارك الله فيكم ها سعدكم الله أعتقد أنكم الآن قدرتون تحولوا القسمة إلى ضرب وتوجدون المقلوب صح ولا لا؟ إذن خلونا نحلها مع بعض يلا بسم الله نقلب عملية القسمة إلى ضرب ونوجد مقلوب العدد المقسوم عليه إذن خمسة عشر على ثنعش هذا الكسر الأول زي ما هو؟ القسمة حولناها إلى ضرب ومن ثم مقلوب الخمسة هو واحد على خمسة الآن بارك الله فيكم أنا أبغى حل ولكن لدي هنا خمسة عشر في البسط وخمسة في المقام إذن أستطيع أني أختصر حتى أحصل على ثلاثة على ثنعش كيف حصلنا عليها؟ أختصرنا يا أبطال هنا حاولنا نبسط الكسر هنا خمسة لو قسمتها على خمسة كم تساوي؟ تساوي واحد والخمسة عشر لو قسمناها على خمسة كم تساوي ثلاثة؟ إذن أضرب ثلاثة في واحد راح يكون الناتج ثلاثة في البسط واثنعش ضرب واحد راح يكون اثنعش في المقام بارك الله فيكم عفوا خلوني أعدل هذه حتى تكون واضحة لكم أسعدكم الله واضحة أسعدكم الله؟ بسيطة إن شاء الله إذن استعنا بالله ونمسح وننتقل كذلك نقول الإجابة النهائية هي واحدة على أربعة من يقول لي كيف وجدنا واحدة على أربعة كذلك اختصرناها؟ قسمنا الثلاثة على ثلاثة فكانت واحد والثنع عشر تقسيم ثلاثة أربعة إذن تستطيع أنك تبسط حتى تصل إلى آخر كسر أو أبسط صورة من هذا الكسر أسعدكم الله ننتقل إلى هذا السؤال أتم العمليات الآتية ستة وثلاثين على واحد وعشرين تقسيم ثمانية عشر يلا لدينا هذا الكسر مقسوما على ثمانية عشر وش أسوي أبغاكم تقولوا لي راح نزل الكسر الأول زي ما هو ستة وثلاثين على واحد وعشرين القسمة وش أسوي فيها أحولها إلى ضرب أسعدكم الله خلاص الآن حولناها إلى ضرب طيب ثمانية عشر وش أسوي فيها بما أني حولت إلى ضرب أحضر مقلوبها بارك الله فيكم تسير واحد على ثمانية عشر طيب سهلة بسيطة بينا شئت الله طيب يا أبطال الآن نستطيع نقول أحلل الستة وثلاثين وأحلل الثمنتعش يلا يا أبطال أسعدكم الله نبدأ ثمانية عشر تقسيم اثنين تسعة التسعة هل أستطيع أقسمها على اثنين لا إذن أقسمها على ثلاثة الثلاثة أقسمها على ثلاثة فيكون واحد إذن يا أسعدكم الله وصلنا تحليل العدد الثمانية عشر هو اثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة وأستطيع أن يقول اثنين ضرب ثلاثة أس ثنين بهذا الشكل هذا تحليل الثمانية عشر طيب ستة وثلاثين نريد أن نحللها طبعا التحليل اللي حنا جاسين نسويه حتى نبسط الكسر إلى أبسط صورة طيب ستة وثلاثين أقسمها على اثنين تكون ثمانية عشر ثمانية عشر تقسيم اثنين ساوي تسعة تسعة تقسيم ثلاثة 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 تقسيم ثلاثة واحد وبهذا الشكل نكون حللنا ستة وثلاثين إلى اثنين ضرب اثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة فنقول ستة وثلاثين تساوي ثلاثة وثلاثين ضرب ثلاثة وثلاثين الآن نريد أن نوجد المشترك بينها المشترك بينها ما المشترك؟ الثنين هنا موجودة ولكن هنا 2 أس 2 إذن أقدر أخذ 2 واحدة منها طيب 3 أس 2 موجودة هنا و 3 أس 2 موجودة هنا إذن المشترك بينها ما هو سعدكم الله هو 2 ضرب 3 أس 2 هذا هو المشترك بينها طيب 2 ضرب 3 ضرب أس 2 إذن أستطيع أني أقول هي 2 عفن هنا أعتذر منكم أبنائي أستطيع أني أقول 2 ضرب 3 ضرب 3 اللي 3 أس 2 كم؟ 9 9 ضرب 2 كم تساوي؟ 18 إذن أستطعنا هنا نكتب الإجابة مثل ما أنتم شايفين بدل الثمانية عشر وقسمها على ثمانية عشر كم تسير؟ تسير 1 36 تقسيم ثمانية عشر كم تسير؟ تسير 2 خلاص أوجدناها اللي أقدر أنا أقسمها عليها البسط والمقاب طيب 2 ضرب 1 راح يكون الناتج 2 في البسط 21 ضرب 1 راح يكون لدي 21 في المقاب واضح أسعدكم الله؟ ننتقل إلى تدريب آخر لدينا هذا التدريب 3 على 8 تقسيم 6 بنفس الفكرة راح أنزل عن مباشرة 3 على 8 وهو الكسر القسمة أقلبها إلى ضرب بهذا الشكل وبعد ذلك الستة ماذا أفعل فيها؟ أحضر مقلوبها إذن يكون مقلوبها 1 على 6 الآن أستطيع أني أضرب؟ نعم ولكن أستطيع أني أختصر كذلك إذن وش راح نسوي؟ بارك الله فيكم راح يبسط هنا لو قسمت الثلاثة على ثلاثة راح يبقى واحد والستة تقسيم ثلاثة راح يبقى اثنين طيب إذن نكمل الآن بعدها ونقول واحد ضرب واحد راح تساوي واحد في البسط وثمانية ضرب اثنين راح تكون ستة عشر في المقام سهلا ولا صعبة يا مبدعين؟ بارك الله فيكم إذن نمسح وننتقل إلى التمرين المنزلي لدينا ما الكسر الذي تضربه في أربعة لتحصل على أربعة على خمسة وهذا التمرين راح أتركه لكم تدربون عليه بشكل بسيط حول هذا السؤال إلى عملية تبسط معك نفس أحد الأمثلة التي حليناها لذلك أتركه لكم حتى تتمرنون وتثبت هذه المهارة بمشيعة الله كذلك أنصح بدخولكم إلى منصة عين الإثرائية للحصول على تدريبات ومرجعيات وكذلك دروس عين الأخرى تستطيعون الحصول على كمية من الإثراءات عن طريق هذا الموقع إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم كان معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني حفظكم الله ورعاكم في أمان الله شكرا للمشاهدة